الثلاثون من تموز المقبل يوم يؤرق النازحين في مخيمات يقليم كردستان فهو الموعد النهائي لإغلاقها بحسب قرار مجلس الوزراء وبينما يقترب الموعد النهائي لتنفيذ القرار يؤكد النازحون أنهم ليسوا على استعداد للعودة الآن بسبب عدم الظروف الملائمة لعودتهم من كافة النواحي وفي التسهيلات وزارة الهجرة رفعت منحة العودة من مليون ونصف إلى أربعة ملايين للأسرة لكنها لا تعني شيئا لمن فقد منزله فيما أكد أغلب النازحين أن العودة في هذا الوقت صعبة لأنهم يخشون غياب فرص العمل ويشكون من دورهم المهدمة محافظة نينوى، محافظة صلاح الدين، محافظة جرفة الصخر، ديالة هؤلاء كل المحافظات الموجودة في داخل المخيم المناطق الموجودة في داخل المخيم وزعوا عن استمارات للعودة الطوعية هذه المحافظات ذكرتها أو المناطق التي ذكرتها في الصخر صنجار، صلاح الدين، بعضها ديالة لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم لا يستطيعون العودة السبب الأول ليس لديه الإمكانية لبناء ما دمره الأشرار ثاني شيء ليس لديه الإمكانية لتقبل الذهاب إلى منطق غير آمنة يخاف على عائلته، يخاف على المجتمع الذي يساكن به فلذلك نحن نطالب من محافظ صلاح الدين وأني رجل من محافظ دينواء، لكن أناشد محافظ صلاح الدينواء أن يزور أهله في المخيمات ويطلع على أوضاعهم وحوالهم والأربع منايين لا تكفي إلى بناء غرفة ليس بيت حتى يعيد النازح العيش في المنطقة التي يعيش فيها حقيقة إحنا ثلاثين سبعة آخر موعد وهذا ما قررته وزيرة الهجرة قررت هذا القرار أنا أقول غير مدروس أتمنى أنه كان يعطونا النازح قدر حق بيت للي ما عندهم رواتب غير الرعاية أو يشوفوا لهم من حمالية من المصارف حتى مشان يستطيع بناء بيته وما عندهش كالية بالعودة وثاني شيء المحافظ عليه أن يتكفل هم والدولة الموجودة على أمن هؤلاء الناس ووضع لهم حمايات أو كذا أمور مناطق سيطرات الهم هذا ما نتمنى من الدولة نحن لا يوجد نازح يتمنى أن يبقى فيه داخل مخيمات طيلة هذه العشر سنوات كان المفروض يعالج هذا الموضوع من أول يوم تحرير العراق لكن للأسف الشديد طال علينا الزمن وطال علي الوقت حتى أن بيوتنا أصبحت لا يستطيع أحد السكن فيها لأنها مدمرة بالكامل فانتمنى مناشد أن تصل إلى فخامة رئيس الوزراء وإلى المحافظين اللي ذكرناهم أنه يواصلون مع أهلهم محافظين ومحافظ صلاح الدين ومحافظ ديالة من الأنبار أيضا يتدخلون بهذا الموضوع لأجل إنصاف أهلهم والفقراء أما اللي لديهم أموال وعدهم بيوت لا أشكالية عندهم نحن نتكلم على الناس الضعفاء الذين ليس لديهم إلا 170 ألف ويستلموا رعاية ونتمنى هذا الشي يصل إلى الجهات المعنية ونشكر حكومة قليم كردستان على تقديرها واحترامنا إلى طيلة هذه العشر سنوات نرفع لهم القبعة طبعا ونشكر منظمة بارتزان الخيرية على إدامته ومحافظة أربيل على تسهيل كافة الأمور في داخل المخيمات لهذه اللحظة أنا أريد أن يعوضوني ويقوموا بإمكاننا فرصة عمل لأننا هناك وظيفة محددة لكل عائلة ترجع حتى أننا أعين أهلي صلاح الدين منفرق الشرقات الجامعة الشامعة بيتنا مضررة يعني نفلش وماكوا لا شغل ولا عمل مدارس ماكوا أنا إذا رجعاني ونعيش صارنا من 2014 والله في إدهم وأموزي يعني بالحال التين لو نرجع هناك حسن بس لو ينطونا تعويض نرجع يعني إحنا نتمنى الرجعة والله والله إحنا شي تسوي ما بيدنا حيلي إذا يجباري شي تسوي إحنا ما عدنا لا شغل ولا عمل إذا طلعوني عد ما أدري بعد إحنا قلت لك صارنا فوق العشر سنوات من 2015 مستقرين يعني مقيمين مو نازحين هس قبل كان نازحين بس بعد التحرير ورها صار إقامة وممثليات موجودة هس تيشلون ممثليات يسووها مديريات ويسوون مدارس بالأقليم تابعة للحكومة بإشراف الحكومة وخلص يعني الحكومة كلها هي بأقليم كردستان موجودة فالأوضاع مو مستقرة بالعلاقة على الأقل يمفرون المدارس والمخيمات تيسدوها ما عندنا أي شكال بالمخيمات نطلع نعجر القانون يكفي الحق المواطنة وإن ما يحقوا يعيش بالعراق يعيش يعني هسا أنا أشيد من هنا أروح البصرة ما أحد يمنعني أكو قانون يمنع إذا استقرتوا هاليش ما نرجع مناطق نقتلك سنجار القحطانية وشوية الأوضاع مو زين هناك أكو أمان هسا بس مو ذاك الأمان اللي هو بغداد ما أكو أمان إنه مناطق طبع عليها داعش ترجمة نانسي قنقر